يا صيب الوطن ما يعد من 25 ولاية شاركوا في أول طبعة للأيام الوطنية للمسرح الثوري عشر فرق نشطت هذا النوع من المسرح الذي يبرز الطابع الثوري والأداء المقاوم للشعوب والمجتمعات ركحوا مسارح ودور الثقافة بالأغواط زينت بأداء مميز للمسرحيين والممثلين وتميز كذلك بافتتاح العرض بمسرحية أزقة الأبطال لفرقة مثلث الحياة من ولاية الجزائر هذه المسرحية من فيلم أبناء القصبة للكاتب عبد الحليم رايس هذه المسرحية تحكي على معاناة الشعب الجزائر بين ثورة تحريرية ومعاناة وبيت من بيوت من بيوت الشعب الجزائري شوفوا معاناة الأجيال توانى كيفاش كانت في وقت الثورة والآثار اللي خلاها المستعمر الجميل أنه نشوفوا يعني هكذا عروض مصرحية وخاصة أنه الجزائر غنية بالألوان المصرحية عبر المناطق الجزائرية والتراث الذي حملته الثورة الجزائرية والذي تجسد في الكثير من العروض المصرحية كما شاهدناها اليوم هذه الفرق المصرحية توجت عن طريق لجنة انتقاء للمشاركة في أول طبعة لهذا النوع من المصرح الذي احتضرته ولاية الأغواط هذه الأيام والله كانت لنا الفرصة أنه يكون فيه احتكاك بين الممثلين والفنانين من مختلف الولايات حبينا أنه هذه الأيام تمس تقريبا كل القدر الوطني هذه الأيام الوطنية للمصرح الثوري ستدوم لتتويج أحسن عرض ونص متكامل والإخراج والموسيقى وأحسن تمثيل للفئتين